خلايا الدم غير ناضجة داخل النخاع العظمي من الممكن أن تحدث مجموعة من الاضطرابات التي يسببها سوء تكوين خلايا الدم أو الخلايا التي لا تعمل بشكل صحيح مما ينتج عنه مشكلة ما في المادة الإسفنجية داخل العظم مكان تصنيع خلايا الدم وظهور خلايا غير ناضجة ومعيبة أكثر من الخلايا السليمة وهذا يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل مثل الأنيميا لنقص كرات الدم الحمراء العدوى المتكررة لنقص كرات الدم البيضاء والنزيف لقلة الصفائح الدموية وقد تزداد الخطورة لتصل إلى حد الأورام السرطانية وقد توصل العلماء إلى العلاج بواسطة استخدام الخلايا الجذعية الوسيطة في مساعدة خلايا الدم على إعادة البناء والتعافي على النحو التالي فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمرضى اللوكيميا يتم استخدام العلاج الكيماوي أولاً لمحاربة كرات الدم البيضاء غير الطبيعية وبعدها يتم أخذ عينات الدم للخلايا الجذعية الوسيطة من المتبرع أو من دم الحبل السري لحديث الولادة بحيث تقوم تلك الخلايا الجذعية الوسيطة بما تحتويه من خلايا طبيعية بتغير البيئة العاملة فيها الخلايا الجذعية المكونة للدم وهذا بدوره يساعد في حث الخلايا الجذعية المكونة للدم على التمايز إلى خلايا دم ناضجة ترجمة نانسي قنقر